أسطورة خمسة عشرة الله عليه وعلى آله الصلاة والتسليم المسجد الحرام وكما رأى في الرؤية قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين وأوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا كما في سورة الفتح باء في المنام لقد رأى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المشركين قليلا وعند الالتقاء للقتال صدقه وصدقه الله صدقه الله تعالى فرأى مشركين قليلا كما رأىه قليلا في المنام قال تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وَأَذْ يَرِيْكُمُوهُمْ أَذْ أَلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنْكُمْ كَلِيلًا لاحظ إذ يريكهم الله في منامك قليلا وهنا يقول وَأَذْ يُرِيْكُمُوهُمْ أَذْ أَلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ كَلِيلًا التفت كيف هذا هو التسجيق للرؤية إذ يريكم الله في ننامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم أنه علين ذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقل لكم في أعينهم يقري الله أمنا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور كما في سورة الأنفال جين وقد صدق وقد صدق وقد صدق الله رسوله الرؤية الفتنة وتسلق أئمة المارقة وقد صدق الله رسوله الرؤية الفتنة وتسلق أئمة المارقة ونزوهم على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزو القرود أي صدق نزوهم على منبر رسول الله نزو القرود وتغيانهم تغيان كبيرا أو وتغيانهم تغيان كبيرا وقد صدق الله رسوله الرؤية الفتنة وتسلق أئمة المارقة وتسلق أئمة المارقة ونزوها معي من برسول الله صلى الله عليه وسلم نزو القرود وتغيانهم طغيانا كبيرا قال تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوصهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا في سورة الإسراء فهل صدق رب الخوارج المارقة الأمرد الرؤية لرسوله فصدق رب الخوارج المارقة الأمرد هل صدق الرؤية لرسوله وشيخه الداعش التكفيري فأرى هم واقعا خارجا الشاب الأمرد الوفرة جعد القطط في غوضة خضراء من دونه ستر من لؤلؤ رجلا في خضراء قدماء في خضراء عليه حل خضراء شاب موقر في خضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب شاب موفر في خضر على فراش من ذهب في رجليه نعلان من ذهب شاب ذي وفراء قدماء في الخضراء هل صدق هذا؟ هل صدق بعض هذا؟ هل صدق بعض هذا؟ اسألوا عن هذا الأمر شكرا